موسيقى برح تنسوني بالمر افرح يا قلبي لك نصير تبلونك ويا الحبيب افرح يا قلبي انت هتعرف انت اني بحبك انت انت هتعرف انت انت هتعرف اني بحبك انت إنت هتعرف إني بحبك إنت 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 هتعرف إنت إنت هتعرف أنا قلبي دليلي قلبي هتحدي قلبي دليلي قلبي هتحدي دايماً يشكيلي وبس أبدأ قلبي قلبي دليلي قلبي دليلي أنا قلبي إليك مية وما فيش غيرك قلبك إنت وبس لي حبيبي إنت وبس لي حبيبي لما يدوب العزاء خليني جدا خليني في حن قلبك خليني جدا ومستمر لمدة 15 يوم الفعاليات بتكون في دار الأفرة المصرية ودورة دي مهدى أو تحت اسم الفنان الراحل الأستاذ محسن فاروق اللي أثرى حياته في دار الأفرة المصرية وأيضاً في خدمة الموسيقى العربية يسعيدنا النهاردة إن إحنا نلتقي مع دكتور علاء فاتحي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى وعدو لجنة التحكيم وصبت الصوت الدهبي التابع لوزارة السقف أهلاً بحضرتك أهلاً صباح خير صباح خير دكتور علاء يعني زي ما بنقول كده كل عصره لي أدان صحيح لكن إحنا محتاجين الموسيقى العربية وتراصنا يفضل معنا في التسعينات تلعت المزيكة سريعة وقالك المزيكة الشبابية بعدها بشوية تلع المزيكة المهرجانات يعني فيه مزيكات كتيرة أو أنواع كتير من الموسيقى التي تظهرت لكن الموسيقى والتراصية بتاعتنا الموسيقى العربية الأصيلة محتفظة بنفسها وإحنا محتاجينها جداً تفضل المتواجدة معنا وده يعني مهم جداً يكون فيه مهرجان ومهرجان بتعمل كل سنة وأهمية المهرجان ده بالنسبة للشعب المصري وارتقاء الزوء سامحيش هو الحياة أكبر دليل أن الشعب المصري ليه يعني ارتباط بالموسيقى العربية هو مجاح المهرجان كل سنة الحية والمؤتمر يعني ما بنشوفش إقبال الجماهيري أكتر ما بيكون في مهرجان الموسيقى العربية بنعتبر موسم وعيد للموسيقى العربية المؤتمر السنة الحقيقة فيه فنانين كتير أو عظماء من جميع دول العربية نلاقي فيه تمثيل لتونس ومشناك وصابر رباعي فيه من لبنان مع أسر الحلاني يعني فيه الحقيقة من الكويت عبدالدر ويشد طبعاً من مصر مشاقوم بقى هالي شاكر، مدحق صالح، هالي حجار، محمد الحل فالحقيقة في المدين كلهم ويبين جداً من قلب الجمهور المصري وجمهور العرب الحقيقة وده أكبر دليل يزوط إن الشعب المصري هو مرتبط وبيحب الموسيقى العربية القصيلة الحقيقة السنة دي كمان فيه محور مهم جداً سواء في المؤتمر أو في حفلات المؤتمر هو كالمؤتمر وزي ما احنا عارفين تبالل يكون عاملين محاور من خلالها بنقدم الأبحاث العلمية بحس ناقش قضايا الموسيقى العربية حقيقة لسا كنت هقول إنه يعني مهرجان الموسيقى العربية كمان بيكتسب أهمية بأنه مؤتمر ومهرجان لأنه من خلاله الأبحاث العلمية بتطور في شكل الموسيقى بشكل أو بآخر وبتفيد الساحة الفنية طبعاً جداً الحقيقة هي المؤتمر بيبى الصبح وبعده وطبعاً كل الشباب المهتمين بالموسيقى يحضروا معانا في المسرح الصغير الحقيقة من يوم اثنين حد يوم ستة اللي فيه بعد فترتين في الأبحاث التي تتقدم برضو من جميع دول العربية الحقيقة فيه محور مهم جداً بقى اللي بركز عليه بحق إنه قسم تأليف القيادة في المعادة على الموسيقى العربية وبيحب الموسيقى التصويرية وليه مؤلفات في هذا الجزء فيه محور مهم جداً هي الموسيقى الدرامية الموسيقى الدرامية السنة دي كان فيه اهتمام جداً في البرامج الموسيقى والحفلات حفلات عمر خيرت ما شاء الله بتنجح حفلات أحمد عاطف الحقيقة قدم موسيقات عديدة جداً للموسيقى التصويرية علي إسماعيل أمبريا رايدر موسيقى الأفلام اللي هي ارتبطت معانا زي الزوجة التانية وفيلم الأرض وأفلام جميلة ارتبطت الموسيقى الحقيقة كان فيه يعني حس للمؤتمر قال لك لا احنا لازم نعمل محور ونشوف فقا هل الموسيقى التصويرية دي او الموسيقى الدرامية في المصلح طبعا او التلفزيون او في السينما هل هي اثرت على تطور الموسيقى هل هي اضافت اكيد ما في الشكل ان الموسيقى التصويرية اثرت ودخلت مجالات بزيدة في الموسيقى العربية وطورتها وحتى طورت الاشكال بتاعت التأليف يعني اكيدا اظهرت كمان ايه مؤلفين جداد يعني اجيد يعني عمالقة الموسيقى العربية زي عبد الوهاب ويعني المكالسوم والملحنين زي كمان الطويل ممكن ما فيش شك ظهر تاني ما بينهم علي اسماعيل ظهر ما بينهم اندريا رايبا فده ليه بقى نفيجة ان ظهر شكل جديد من المؤلفات والحق شدتنا وعملت ربط ما بين الموسيقى العربية والموسيقى العالمية الحقيقة في اهتمام بقى جدا في المهارجان فيه تلات حفلات اول حفلة الاتفتاح حفلة جديدة جدا مش بعمل دعاية للنكيز زمانا لمتازل كلها الدقاعة الحقيقة لكن مهم جدا فيها راجح داود ورعد خلف وامين بحافة وتامر قروان هيقدمه من الموسيقى اللي هي الدرامية اللي كلنا ارتبطنا بيها في الفترة اللي خاتت حققت نجاحات كبيرة في حفلة طبعا فيما قلت من شوية اللي عمر خيرت وفيه جايب امينة خيرت وجايب محمد الشرنوبي بيغنوا طالعا التترات المسلسلات اللي هو لقت نجاح جدا لدرجة ان الناس اصبحت مرتبطة بيها بس بالعمل الدرامي هو خارج العمل الدرامي اصبح التتر الناس بتسمعوا واحده المؤسسة يعني انا اللي كان اشتار في حقيقة ان انا اشرفت على رسالة دكتوراه في دراسة مقارنة مدينة عمر خيرت ياسر عبد الرحمن فالحقيقة يعني اتبعت نتائج جميلة جدا في ديستبيانات وكبه ان ارتباط الناس وتأثير الموسيقى دي على الناس الحقيقة كان تأثير ايجابي جدا وعمل تطوير جدا للموسيقى العربية من طريق ادخال الالات مختلفة من سواء الالات الاركسترا وبالاضافة ان احنا الاركسترا نفسه زي ياسر عبد الرحمن مثلا اضاف زي الربابة الدوق الشارد اضاف بعض الالات الحقيقة يعني ان هو العمل الميكس ما بين الموسيقى العالمية والموسيقى العربية طب اهم ما يميز الدورة السينيد يا فاندر احنا الدورة رقم 26 لمهرجان ومؤتمر بالموسيقى العربية ايه الجديد اللي هتقدموا الدورة الحقيقة زي ما قلت من شوية الموسيقى التصورية بجوز فيه من ناحية المؤتمر بيناقش قضية مهمة جدا عندنا هي مصطلحات الموسيقى العربية احنا المصطلحات طبعا من عصر تاني متختلفة اكيد وفيه فرق ما بين المصطلحات في الواقع الاكاديمي الحقيقة وبين الحياة العملية يعني لغة العمل ولغة زي ما قوله السوق وتستخدم الفاظ ومصطلحات مختلفة ما بين احدا كاكاديبيين وفي المعادل الاكاديمية ولا طب لين الاختلاف ده هننا اجمع لين الاختلاف ده طب ايه تأثير يعني ازاي طب نعالج الموضوع ازاي نحاول نحن نوصل نحن نعمل معجم او قموس يجمع ما بين حقيقة فيه اجتهادات قبل كده بالنسبة لمعادل كان السيد احمد دانيوني الحقيقة من خلال دار الابرة كانوا عملوا معجم للمصطلحات الموسيقية وفيه بعض الاجتهادات التانية في مجمع اللغة العربية حقيقة حب الوزر بس طبعا كان فيه بعضها كان بيفسر الموسيقى باللغة العربية الفصحة وطبعا ده ساعة في بعض الاحيان بيكون بعيد عن الحياة العملية صحيح فهي هنناقش بقى ازاي بقى نوصل ان احنا نجمع المصطلحات من الدول المختلفة احنا طبعا مصطلح ساعة بيضع في مصر يختلف عن المصطلح في العراق او المصطلح في سوريا فازاي بقى نوصل للتوليفة ان احنا نجمع المصطلحات دكتور علاء يعني مسابقة الصوت الدهبي واكتشاف المواهب من خلال المحافظات المصر احنا عندنا مواهب كتير جدا لكن ازاي بقى نقدر نكتشافها بجد ونطلع الاصوات الحلوة الجميلة اللي بنفتخر بيها الحقيقة انا بسعد ان انا اكون عضو في لغمة تحكيم الصوت الدهبي للدورة التالتة اللي هنبدأه بكرا ان شاء الله في سينما الهناجر الحقيقة فالسنة دي يعني مفاجأة بالنزانة كل مرة يعني الحقيقة ان بزيد عن المحافظات ان كل المحافظات السنة دي بتقدم لنا السنة اللي فاتت الحمد لله الفايز الاول كان من المينيا محمد الشام والحقيقة سعداء جدا بتكريم السيد الرئيس السيسي لي في مؤتمر الشباب في المينيا وهو حتى كان النهاردة نفسه ييجي بس الاسف عنده محاضراته في كل التربية نوعية في المينيا وبعد كده عنده مؤتمر الشباب في شرم الشيخ صحيح فييجي مصر هنا ويسافر شرف الشيخ في المؤتمر فللحقيقة المسابقة الحقيقة عملت اشعاع موسيقى فني للموسيقى العربية لان احنا عمل المسابقة هي محددينها في الغناء الطربي او في الغناء القوالب الموسيقى العربية هيا بنتصفي تمالي على ثلاث مراحل مراحلة اقوانية بدي بدي فرصة للشباب بيقول اي اغنية هو يحبها من اي شكل المهم تكون اغنية طبعا يعني بيقول اي كده اخر عشر سنة بحيث انها تكون اغنية اغنية اصالة اغنية اصالة بس المحلقة التانية بقى بيبتدي ايه نعرفه ومثقفه اكتر نقوله بقى قولينا موشح او مثلا او دور او قصيدة فيبتدي بقى الشاب من دولة الحقيقة قابلنا شابات كتير او قابل بقى حمد بقاش عارف يعنيه موشح فبتدينا يفهمه يعني او موشح ببتدي هو يدور من خلال عديدة يبتدي يتعرف على سيد درويج بقى يبتدي يتعرف على محمد عثمان يبتدي يعرف بقى قصائد بتاعة محمد عبدوهاد الحقيقة يعني المرضود الثقافي محصل من خلال مصابة السلوات الثابية الحقيقة هايل جدا من خلال ان احنا اول دورة عشرة فازو تاني دورة عشرة فازو برضو الحقيقة عملنا لهم حفلات عديدة من خلال قطاع السلوات الثقافية يدي احنا عندنا 18 هر المركز عندنا مثلا انا مخراكك التانيا كانت متشط المدير مكاليسوم اللي في الماليال قد منقدم صالونات ثقافية وحفلات الحيات بموسيقى عربية كان بيشاركوا بجانب المطربين المصريين ليهما يحافظوا على موسيقى عبيرية ما هي فروغ من العصوات الجميلة حيادة حفلاتها عندنا في مطرف المكاليسوم ولوكة نجاح كبير قوي نحطضن فرصة لدي فرصة للشباب سواء الصوت الزهبي أو المطربين الأبرة أو حتى الهواء وهم يقدموا من خلال الصوانات عندنا ومن خلال الحفلات العامة بالإضافة بنجيب الفنانين الموسيقى العربية برضو يسندوا الشباب لأن الشباب برضو الواحد محتاج مساندة إعلامية وموزارة الثقافة وكافة الهيئات يعني بس إحنا كمان محتاجين رعاية أكتر للفيزين من الأصوات الشبابية يعني زي ما هيك بتقول آه بيبقى فيه رعاية وببقى فيه دعم وبتقدموا في حفلات لكن هما عايزين يبترحوا أكتر للجمهور عمتا لأنه يعني الأسامي اللي حضرتك قلت إن عشرة فازوا في المسابقة اللي فاتت هما فين في الساحة الفنية دلوقت إحنا مش شايفين هم وحش شايفين تواجد قوي لهم الحقيقة احنا بنتظر بكنا من فترة كبيرة أو في وزارة الثقافة يعني في وزارة عدوة عدوة قطاعات كبيرة جدا يعني عندنا أنا من خلال مدحف المكالسون من الحقيقة والإنتخلال من البيت الغناء العربي اشتركنا بعض بعض دعملنا المسابقة من خلال الصندوق بالحقيقة الصندوق ده قطاع كبير فيه من المراكز عندنا اعتدامي في الفنون بحفة النالة بيشتغل في المعدة عن المسابقة العربية عندنا قطاع كبير من المعاهد اللي بتنتج إنتاج فن عندنا الثقافة الديمارية بمطالب في القناة فضائية ما في الشكل عملنا القناة فضائية المتخصصة في تقديم الفنون المختلفة من خلال إنتاج وزارة الثقافة في الشكل هتدي فرصة احنا الإعلام برضو ده دور لأن مسألة زهور نجم أو تبني نجم يحتاج الماديات أنا الشاب الحقيقة بيجي بشكل أدبي أكثر منه بشكل ماد لأنه ما أقدرش أقمد معاه احتقار أقمد معاه احتقار يعني أنا ملتزم بأن أنا أقدم له مرتب وأنتج له أعمال الحقيقة هم الشباب حابين لأنه مؤمنون بالفكرة حتى السنة دي الحقيقة برضو فيه زهورة جديدة لاحظنا أنه متقدمين في الدورة التالتة فيه ناس من الفزوش في الدورة الأولية والتانية هما بيقدمهم إسرار فيه واحد من اليوم في الدورة الأولية ما أخدش مركز اسمه محمد عطية من منصورة الحقيقة الجهزة اللي فاتت أخد مركز حقيقة ما أخدش جائزة مالية من الثلاثة الأولين لا أخد أخد المركز الرابع فالحقيقة يعني ففيه إسرار وفيه حب وفيه ثقة فإن هما ماشيين على الخط الصح ولازم يبقى فيه إيمان من مؤسسات مختلفة سواء يعني مؤسسات خاصة أو مؤسسات الدولة إن هما يدعموا هؤلاء الشباب لأنه إحنا هنطرح للساحة الفنية كل سنة على الأقل عشر أصوات جديدة وعلى الأقل عشر أصوات مواهب حلوة ومعتمدة بأراء المتخصصين طالعين من مسابقة رسمية فبالتالي إحنا عندنا ضمانة لجودة الصوت ونثري الحياة الفنية فلازم الحقيقة يتقدموا في حفلات كتيرة أو يبقى ليهم انتشار في المجتمع إحنا كل يوم نقول مصر ولادة عايزين كوكب شرق جديد عايزين عبدالوايب جديد عايزين عبدالحلامي أكيد الشباب دول فيهم مواهب كويس ماشاء الله أصوات جميلة جدا ففيها حياة مبادرة لسه براتبع مع أستاذ خالد جلال من خلال مركز الإبداع هيعلن عن مصابقة للغن الوطنية فمن خلال التعاومة بين الصوت الزهبي والمصابقة نحن ممكن نعمل أبريت يشتركوا فيه الأصوات الزهبية في عمل وطني إن شاء الله على إن شاء الله يانير جاي إن شاء الله بإذن الله نحن محتاجين حاجة كده جدا بفترة اللي جاي حمنوش خيك شكرا جزيلا الدكتور علاء فتحي يا أستاذ التأليف الموسيقى المعد علم موسيقى وبإذن الله ربنا يوفاكوا فيه المهرجان بإذن الله وإحنا متبعينكم وإن شاء الله نشكر كل السيدة المشاهدين يتابعونا وإن شاء الله بكرة لقاء تجدد ومصر جيد